شكل خروج ألمانيا في دور المجموعات من منافسات كأس العالم عام 2018 في روسيا صدمة لمحبي المانشافت الذين كانوا حاملي اللقب وقتها ولكن السيناريو يتكرر أيضا اليوم فالماكينات الألمانية فشلت في التأهل لدور الستة عشر وودعت كأس العالم في قطر رغم فوزها البارحة على كوستاريكا إلا أن خروج ألمانيا اليوم مختلف فهذه المرة كان الاحتفاء بإقصاء ألمانيا بين المشجعين العرب واسعا السبب وراء ذلك هو هذه الصورة حيث استهل المنتخب الألماني أولى مبارياته في المونديال بهذه الحركة تعبيرا عن اعتراضهم على قرار منع ارتداء شارة حب واحد التي يراها الكثيرون الداعمة للمثليين لاعب المنتخب اعتبروا القرار تكميما لأصواتهم المدافعة عن حقوق الإنسان والأقليات ولكن بعض المشجعين العرب أعربوا عن استيائهم من تصرف المنتخب الألماني واعتبروه عدم احترام لقوانين البلد المضيف وعادات المجتمع العربي لذلك خرج بعض المشجعين العرب للاحتفال مع مشجعي اليابان التي بفوزها أخرجت ألمانيا من البطولة واستمر الهجوم على المنتخب الألماني ليس فقط عبر الخروج في الشوارع ولكن عبر القنوات التلفزيونية أيضا فالمذيع المصري محمد ناصر عبر عن فرحته لخروج ألمانيا وكذلك معلقوك القناة الكأس القطرية أشوفكم بخير أشوف الجماعة دول بخير أشوف المنتخب ده بخير يا حضرات مع السلامة مع ألف سلامة والقلب مش دعيه لك وتباينت ردود الفعل عبر مواقع التواصل أيضا فالمهلق الرياضي بقناة بيين سبورتس حفيظ دراجي غرد قائلا سقطوا كرويا وأخلاقيا اليابان يصنع المفاجأة الكبرى في مونديال قطر بالتأهل في المركز الأول بعد الفوز على إسبانيا وألمانيا تخرج في الدور الأول للمرة الثانية على التوالي في سيناريو غريب أما الممثل المصري محمد هنيدي يعلق أيضا على هدف اليابان الذي يعتبره غير صحيح قائلا أحلى هدف حرام في البطولة الهدف صحيح مئة في المئة بس حتى لو مش صحيح إحنا راضيين الإعلامي السوري عبد المسيح الشامي أيضا علق وقال يكفي سخرية من الألمان أيها العرب فألمانيا صاحبة فضل على أغلبكم ألمانيا تطعم وتكسي وتعلم وتطبب وتأوي ثلاثة أرباع السوريين ونصف اللبنانيين وثلثة العراقيين وثلاثة أرباع سكان شمال إفريقيا وربع اليمنيين وأما كريم الخياطي فيقول بعض الجماهير العربية مستفزة يعني إيش ذنب منتخب من قرار يخص اتحاد الكرة هؤلاء قدموا وهم عشرات الألوف وقاوموا الحملات الإعلامية تخيل حين يعودوا لبرلين التي فيها مئات الآلاف من أبناء جلدتك الذين أوتهم هذه الدولة نحاول نفصل بين المواقف السياسية ولا نضيع أخلاقنا كما تفعل بعض منظماتهم السياسية مباراة ألمانيا مشاهدين كما تعلمون كانت ضد منتخب كوستاريكا وعلى الرغم من فوز ألمانيا بأربعة أهداف مقابل هدفين إلا أنها خرجت من دور المجموعات بفارق النقاط بعد فوز المنتخب الياباني على إسبانيا كما شرحنا لكم سابقا هدف المنتخب الألماني توماس مولر عبر عن حزنه رغم الفوز في آخر مباراة بدور المجموعات وقال إنه أمر مرير بشكل لا يصدق بالنسبة لنا لأن نتيجتنا كانت ستكون كافية إنه شعور بالعجز خروج ألمانيا من دور المجموعات كما ذكرنا في البداية ليس الأولى في تاريخ المنتخب فقد حدث في المونديال الماضي بروسيا عام 2018 وطبعا ألمانيا فازت بكأس العالم أربع مرات وذلك في عام 1954 1954-1974-1990-2014 شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندين سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها شكرا جزيلا لمشاهدتكم 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 شكرا